هكذا تتكرر المشاهد يوميا لعشرات المواطنين من أجل الظفر بمقعد على الحافلة فرغم الموقع الجغرافي لدائرة مدروسة عن عاصمة الولاية يارت والذي لا يبعد سوى بـ 25 كم لم يشفع لها بتوفير محطة لائقة للمسافرين نقص فادح على الساعة التاسعة صباحا ولا سيارة أجراء أو نقل أو مركبة نقل ما تلقاها هنا لنعنوا هنا من نقص حد في المواصلات هنا عدنا نقص في البلدية مدروسة من ناحية المحطة سحق ومحطة هنا للشعب ولينا كل حقوق لتساعة طاعة صباح ما بقى سيارة ولا تعال نقل ولا فرغم أن الطريق الوطني رقم 14 يعبر هذه الدائرة التي يتنافس مواطنها للاستقاظ في ساعات صباحية مبكرة للتنقل والالتحاق بوظائفهم أو لقضاء مصالحهم نحن نريد أن نسافر بزيارة شابي بتعناك تشوفيها تريد أن تذهب إلى تيارة ولا تضرب سيعتين هنا صابي لي عندها صالحة لازم ينوضع لتلذة على الصباح يقضي صالحة تنوضع لثمانية راح لك النهار والله لا بلبزيار أخويا نحن نطلب من الصلوطة العليا هذه جيس دورنا هي دائرة بحاجة ماسة لمحطة مسافرين مهيئة بكافة الشروط بدل حالتها اليوم والتي تتوسط طريقا عاما أصبح يشكل خطرا على المواطنين إذا لم تتدخل الجهات الوصية لإعادة الاعتبار لدائرة تحتاج للتدعيم بعديد المرافق